كلنا بنحب السفر لكن طريقة تنظيم الشنطة هي اللي بتكون مشكلة بالنسبة لنا علشان بتاخد مساحة كبيرة وكمان بتاخد وقت طويل خاصة لو مسافرين لفترة طويلة علشان كده مشاهدينا بنقدم لكم من شركة هيز الشركة الكندية اللي بتقدم لكم الحل الأمثل وهو مجموعة توضيب الأغراض وكمان هدوم السفر في الشنط من المجموعة اللي احنا بنقدمها لكم من هيز مجموعة بتتكون من خمس قطع زي ما احنا شايفين بأحجاب مختلفة من الشنط اللي هتساعدنا ان احنا نوضى بهدومنا بسهولة متوفرة كمان بالتمن تصميمات والوان جميلة زي ما احنا شايفين دلوقتي مع بعض على الشاشة متوفرة باللون اللي هو الأزرق وكمان اللون السلفر اللون الدهبي واللون اللي هو بنقشة الزيبرا ونقشة الفهد وكمان نقشة دماسك والريد بايثن يعني فيه كتير من الالوان اللي احنا يعني هنحب انها تكون موجودة عندنا في اي شنطة سفر احنا مسافرين بيها رقم المنتج لأي لون انتو تختاروه لالخمس قطع من الشنط هو خمسمائة وتمانية ربعمية واحد وكمان لو حبينا انتو تضيفوا 18 دولار كمان زيادة بتحصلوا على الكمبو اللي هو عبارة عن المجموعة بالاضافة كمان الى الميزان اللي تقدروا انتو توزنوا بيه الشنطة بسهولة تامة وتطمنوا على الميزان وانتو مسافرين بتاع الاغراض بتاعتكم وبتاع الشرق كتير من مواصفات مشاهدين حبينا ان احنا نتعرف عليها اكتر لكن كمان نتكلم على طريقة التنظيم السهلة مع مجموعة هايز اول حاجة انها معمولة من مادة عالية الجودة زي ما احنا شايفين من الساتان والبوليستر اللي بيخلي انها تكون شكلها حلو بتدي شايني زي ما احنا شايفين على الكاميرا قد ايه شكلها جميل وكمان في نفس الوقت بتكون فيه مساحة كبيرة زي ما احنا شايفين هنا برضو مع بعض اول ما بفتح الزيبر او السحاب شوفوا قد ايه المساحة اللي انتو تقدروا تحطوا فيها كم كبير من الهدوم وحنتعرف عليها في الحلقة كمان هنا برضو فيه سحاب امامي يعني بيخلي فيه مساحة اكبر برضو وريل الكاميرا هنا فيه مساحة اكبر كتير بنقدر ان احنا يعني نخزن فيها حاجات كتير مثلا زي الشرابات اي اغراض تانية احنا بنحطها لكن هنشوف دلوقتي الطريقة اللي هي يعني التقليدية اللي احنا لما بنسافر بتكون مزعجة جدا بالنسبة لنا تيجي الكاميرا معايا دلوقتي ونروح نشوف الشنطة دي شنطة مثلا بعد اسبوع واحد وحنا مسافرين في اي رحلة اول ما بنطلع القميز بنطلع البنطلون اي حاجة تانية بنلاقيها انها مكركبة بالشكل اللي احنا شايفين وده مش منظمة بالمرة بناخد وقت علشان نختار الحاجة بتاعتنا ونعرف مكانها فين لكن هوريكوا طريقة التنظيم مع الباكين كيوبز من هايز انه قد ايها تكون جميلة اول حاجة اخترت هنا في الحجم الكبير اللي هو اللارش ان انا احط برضو بوري للكاميرا كل الاغراض الموجودة عندي انا هنا اخترت ان انا احط مثلا بانطلونات كتير الجينز وغيرها كمان مثلا من السكورت وطوب يعني شايفين قد ايه حط اكتر من عشر بانطلونات كمان في الناحية التانية مثلا حطيت هنا في الجيوب حطيت الشرابات بتاعتي بقدر ان انا نقفلها بطريقة سهلة وحتى كمان الشنطة التانية اللي هي حجمها كبير شايفين المساحة الدئيم كافية سهلة بالهندل باخدها على طول بمنتهى السهولة وبحطها في الشنطة بتاعت الصفر يعني انا دلوقتي عارفة فين الهدوم بتاعتي نروح للبيجاما والملابس بتاعت البحر برضو فيه الصايز التاني المختلف حطيت هنا برضو ملابس البحر بتاعتي الفستان الكاشميو وحتى كمان البيجامات والفوتا بالاضافة هنا ليه الميهات او اللي هو ملابس البحر حطها بطريقة منظمة بمجرد ان انا بقفلها يعني حتى شايفين قد ايه لون الليبرد نقشة حلوة جدا مع الستان بالاضافة الى البوليستر بقفلها من الناحيتين وما فيش اسهل من كده طريقة يعني تنظيم لأي شنطة من الشنطة يعني حتى كمان انا عارفة دلوقتي فين اغراض البحر وحتى كمان ملابس النوم حطها بمنتهى السهولة نيجيل اكتر حاجة طبعا بتكون مزعجة بالنسبة لنا بنحب ان احنا نفصل الملابس عن الشوز هنا شفتوا قد ايه انا منظمة واخدوا واحد اتنين تلاتة اربع اربعة من الشوزات تقدروا حتى كمان ان انتوا تحطوا شوزات تانية حتى كمان بالنسبة للقطع اللي احنا بنحتاجها او الادوات اللي هي التنظيف بتاعت الشوزات نقدر احنا نحطها في الجيب الامامي كل حاجة متنظمة في مكانها زي ما احنا شايفين مع بعض وبرضو احطها بسهولة يعني انا حطيت اغراض كتيرة بقدر احطها هنا ناحية تانية وزي ما احنا شايفين حطيت اغراض كتير نيجي برضو للاغراض بتاعت السيدات الكوزماتيكس الكريمات المانيكير حتى كمان اللي هي مقلمة الادافر كل حاجة حطها بتنظيم وبسهولة مع هيز بقدر ان انا اوضى بالشنطة وحتى كمان ان انا اوفر مساحة تانية اكبر اخر حاجة عدة الشارس شوار الفرش كتير من الاغراض طبعا تقدر تحطي البنس تقدر تحطي كمان القطنباد اي حاجة انت محتاجها او اي شخص محتاجها يحطها في الشنطة برضو الجيب الامامية بتوفر مساحة كبيرة زي ما احنا شايفين مع بعض نقدر ان احنا نحطها هنا او نقدر ان احنا نحطها الناحية التانية تعالوا بس اشوف اشوف معاكو او على الكاميرا قد ايه هنا في مساحة ان انا ممكن احول دي ممكن احطها هنا كمان هيبقى في مساحة هنا كبيرة وطبعا اي شنطة بيكون فيها اكستنشن فلما بتتمدد بيكون في مساحة عندنا كبيرة وبرضو عندنا مساحة من الناحية التانية يعني انا اولموست حضرت 70% من الاغراض بتاعتي كلها بطريقة سهلة وسريعة مع هايز مشاهدينا برضو الكل حابين ان هما يحصلوا عليها رقم المنتج للثمان تصميمات المختلفة 508-401 والكل حابين ان هما يحصلوا على الكمبو اللي هو طبعا في الخمس شرط مختلفين اللي هي المجموعة بالاضافة كمان للميزان تقدروا بس ان انتوا تضيفوا 18 دولار وفي نفس الوقت بتحصلوا على المجموعة كلها من الميزان وكمان المجموعة بتاعت الشرط اللي انتوا عايزينها بتمن تصميمات اللون الاحمر الاحمر البيثن النقشة الفهد اللون السيلفر اللون الازرق نقشة داماس نقشة زيبرا وكتير من التفاصيل حنتابعها برضو مع بعض مشاهدين نيجي هنا لشنطة الاطفال طبعا طريقة التنظيم بالنسبة لشنطة الاطفال ما بتكونش سهلة خاصة لما بيكون في شنطة عندهم انا هنا حطيت هنا طبعا الهدوم كلها محطوطة لكن حابة ان انا انظم الشنطة فهنشوف هنا انا حابة ان انا حط اللعب بتاعت ابني معاه حطيت كل اللعب او حتى كمان قدر احطه مثلا الشوز قدر احط اي اغراض تانية هنا برضو فرشة السنان يعني قد ايه هي عملية جدا في طريقة التنظيم نقفلها خلاص بقت الشنطة بتاعت ابني كمان جاهزا ان هو يسافر معايا وهو واخد كل الاغراض بتاعته برضو مش بس كده حتى كمان لو الباكباك لو احنا برضو يعني رايحين مثلا مشوار صغير رايحين المال رايحين اي حتة نقدر ان احنا برضو احنا مسافرين نحط مثلا الاسلاك بتاعت الايباد الشارجر اي حاجة بطريقة منظمة بدل ما تكون متلعبكة او متكركبة في الشنطة هنا بمنتهى السهولة بنحطها في الباكباك معانا في الشنطة يعني كل الاغراض قريدي جاهزة ونقدر ان احنا يعني يكون فيه عندنا طريقة كبيرة جدا في التنظيم بنوفر في الوقت بنوفر في المساحة كمان الاغراض التالتة مثلا وإحنا معانا كاريون اللي هي الشنطة للرحلات الصغيرة اللي احنا مش عايزين نستخدم فيها هدوم كتير انا حطيت هنا بانطلونات وكمان حتى الشميزات يعني شايفين هنا القمصان برضو طريقة التنظيم بتاعتها سهلة حتى كمان لما بحطها في الشنطة بتكون قد ايه عملية بمجرد ان انا حطها كده وحتى كمان هنا الشوزات الفليب فلاب وان انا لو عايزة انضف الشوز بتاعي وبرضو الشربات يعني متعددة الاستخدامات وبجد فعلا عمليا لأي حد ان هو ياخدها معاه في اي مكان بالاضافة الى ان الديزاينز بتاعتها او التصميمات كلها عملية هنا برضو الاغراض الشخصية الشيفر الجيل الشامبو وكتير من الحاجات الممكن الواحد يستعملها مع الاكسيسوريز من هايز وشفنا هنا برضو طريقة التنظيم ان انا بحطها في الشنطة يعني مفيش احسن من كده طريق التنظيم زي ما احنا شفنا مشاهدين مختلف انواع الشونط والاحجام اللي احنا شفناها مع بعض وكمان مادة البوليستر او الساتان هي ضد المياه حتى لو احنا مثلا نحطين عليها الكريم او حتى كمان زودنا عليها مياه وده طبعا احنا بنتعرض للموضوع ده خاصة لما بيكون معنا سبري بيكون معنا كريمات بيكون معنا حاجات تانية بنشوفها هنا مع بعض نشوف من الناحية التانية اذا كانت قرية دي بتطبع فيش اي حاجة على التشو يعني عملية جدا في الاستخدام بتحمي الهدوم ولو انتو كمان مشاهدين حابين ان انتو تحطوا الاغراض بتاعتكو في مجموعة التنظيم دي وتحطوها في الدولاب طبعا بتحافظوا على النظافة الهدوم كلها بتكون مكوية ما فيش اي مشاكل تماما مع مجموعة هيز لتنظيم الشونط كتير من التفاصيل احنا تابعناها مع بعض مشاهدين وبفكركم مرة تانية ان في عندنا الوان مختلفة تمن تصميمات مختلفة اللون الازرق المقالم اللون الاحمر اللون الدهبي اللون السيلفر نقشة الزيبرا نقشة الفهد بالاضافة الى الدماسك وكتير من الالوان اللي انتو هتتبستوا بيها رقم المنتج اللي حابين هم يحصلوا على مجموعة هيز 508-401 ولو حابين انتو تحصلوا على المجموعة كمان مع الميزان رقم المنتج هو 508-441 في ريفيوز بسيطة كتير من الناس اللي استخدموا هيز حابوها اول حد بيقول انا استخدمت مجموعة هيز تنظيم شونة الصفر بالاخص للأحزية والحجم المتوسط للأغراض الحمام وملابس النوم كمان الأغراض الشخصية كنتم مبسوط جدا بالاستخدام واحد بيقول تاني انا دائما بستخدم مجموعة تنظيم الملابس والأغراض لانها منظمة جدا وما بحتاجش ان انا اكوي الملابس اكيد طبعا دي الفرصة اللي انتو حابينها دلوقتي مشاهدين انتو تحصلوا على مجموعة هيز لتنظيم اغراض الصفر هتوفروا في الوقت هتوفروا في المساحة بطريقة كبيرة وبتمنى مشاهدين انتو تكونوا اتبسطوا معايا النهاردة مجموعة هيز اللي دايما بيبسط وانا بقدمها وكتير هشوفكم بمعا المنتجات المختلفة اللي احنا بنقدمها مع سارة وميسة في الفقرات اللي جاية عن الميك اوب والماكياج في عالم التساوب تقدم هيز انترناشنال مكعبات تنظيم الامتعة مكعبات تنظيم الامتعة الاولى بطبعات عصرية مصنوعة من الساتين الفاخر متوفرة بتصاميم مختلفة اذا كنت من محبي السفر وتعاني من عدم تنظيم الامتعة في حقيبة سفرك وتواجه صعوبة في ايجاد ما تحتاج اليه بسرعة فان مكعبات تنظيم الامتعة تبقي امتعتك منظمة ومرتبة وسهل الحصول على اي شيء فيها بسرعة تعتبر هذه المكعبات خزاء متنقلة دون الحاجة لتفريغ الملابس منها اينما كنتم في البيت او خارج البيت كما يمكنكم ترتيب الملابس فيها خلال ثواني وحزم اكثر كمية من الامتعة كما يمكن وضعها في اي حقائب اخرى او داخل الدرج مثالية لحقائب اليد حقائب الظهر وحقائب الاطفال وجود مثل هذه الحقائب يشجع الاطفال على تنظيم امتعتهم بنفسهم وتحول سفرهم الى رحلة ممتعة ومسلية صنعت المكعبات من الساتان ومزودة بسحاب من الامام لتنظيم اكثر بالاضافة الى مقبض لسهولة الحمل مكعبات هايز جزء مهم في كل رحلة سفر مكعبات تنظيم الامتعة اعجبكم المنتج اضغط على اضافة في السلة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة